ورق الجدران أو الوال بيبر بقى عنصر أساسي في تغيير شكله وأجواء المكان بألوانه وتصاميمه المختلفة وأشكاله العصرية ثلاثية الأبعاد النهاردة هنعرف إزاي ورق الجدران ممكن يضيف لمسة سحرية لكل ركن في المكان وإيه هي أحدث الاتجاهات مع ضفتي مصممة الديكور الداخلي نانسي منذر أهلاً وسهلاً بيكي نانسي أهلاً فيك شكراً مستدعو نانسي قوليلي في البداية أنت معه ولا ضد ورق الحائط أنا معدى ورق الحائط أكيد لأنه ورق الحائط بيعطينا أوبشنز ملنا موجودة بالطلاق العادي طيب إيه الموضة اللي طلعة دلوقتي في ورق الحائط هلأ الموضة كتير واسعة شي منيح هيدا لأنه بتصير بتردع كل الأزواء في عنا كل شي خاص بالطبيعة عندي كل شي مناظر طبيعية أجار ورود تطالي طالع موضة دلوقتي إيه طبيعية كل شي خاص بالطبيعة عندي كل شي متاليك يعني مثلاً الذهب السلفر الفضة الخاصة بالسقف هلأ كمان درجة كتير نحط والبيبر على السقف درجة السترايبس والبيبر المخطط يعني الخطوط الرفيعة والعريضة درجة كمان الريترو كل شي قديم من زمان الباترنز الكبير الأشكال الهندسية كمان ففي تشكيلة واسعة اللي حسب شو بيحب هالشخص في ناقية من هودة يعني طيب إزاي أقدر بورق الحيطة أغير من مساحة الأوضة لو هي مساحة صغيرة إزاي أقدر أوسعها؟ الحلو بورق الجدران أنه فيه يعطي كتير عمق يعني الطريقة اللي معمول فيه الوال بيبر بيكون فيه مثلاً عيسات مختلفة من الشجر محطوطين على أبعاد مختلفة كمان يعني شجرة قريبة شجرة أبعاد شجرة أبعاد فيه ظل هون هون ضو الطريقة المصور فيها ومرسوم الورق الجدران بيكون معمولة بشكل تعطي كأنه عمق فبتفوتي على الأوضة هي صغيرة خاصة مستعملة بالمساحات الصغيرة بس حطي الوال بيبر على الحيط فيه هذا الفيو كأنك طالع أنت برا فالدغري بتحس الأوضة كبرت أقدر استخدم الورق الحائط أو الوال بيبر في كل الأماكن في البيت ولا في غرف معينة؟ لأك فينا نحط الوال بيبر بحيال لغرفة كل غرفة بالنق إلى الوال بيبر بالبقلة أكتر مثلا بالسالون أو بالريسابشن من النقي والبيبر فورمل يعني رسمي أكتر يمكن يكون مثلا شكل الطبيعة هيك قصص يعني رسمية أو الباترن التصميم المعمول الشكل بيكون رسمي أكتر بقوض النوم مثلا فينا نروح على ورود أصغر ألوان أكتر في محل مثلا دايقة أو مثلا قصيرة بنحط لها مخطط مزبوط 100% بنحط لها مخططات طويلة تبين قودة أعلى إذا المحل دايق بالعرض بنحط مخططات بالعرض بيبين الحيط أعرض فكله هادي إذا بدك نضحك على العين بطريقة يعني نكبر المساحة أو نظغرها فمش هيك بيفرق الوال بيبر منقودة للتانية من غرفة للتانية طيب الوال بيبر المزغرف الفترة دي ترند صح أقدر أستخدمه فين؟ المزخرة فيك تستعملي بأكتر من قوضة هو دفنت لي يعني إذا حسب كل رسمة له الشكل يعني إذا المحل بديك توسعي بك تكبريه بتحط تستعملي باترن غير إذا المحل دايق فالمزخرة فيك تستعملي بغراف النوم بس مثلا تستعملي المزخرة في غراف النوم بيكون الزخرة فنعمة صغيرة عشان اه ما تتبقيش برضو مدايقة العين صحيح بينما بالأمكن الواسعة الكبيرة فيك تستعملي شي مزخرة زخرفته أكبر باترن سبعيته أوسع فمشان هيك واحدة لازم يلحق المحل اللي عم تحطي فيه الوال بيبر يعني ما فيك جيب الوال بيبر تحطيه حيال لمحال وبعدين لازم يكون كل شيء متمسك مع بعضه يعني لون الوال بيبر لازم تجاعد تلاقيه مثلا بلون الكسان الوسائد أو يمكن تجاعد تلاقيه بالأكساسوريز الموجودة بالغرفة يعني كله بيبقى مترابط بمع بعضه مزبوط لحتى ما يطلع شيء مخاصه يعني لازم يكونوا مترابطين متناسقين مع بعض كمان إذا الوال بيبر مثلا كتير فيه حركة لازم يكون الفارش أخاف في حركة لا تعجوا وبالقلب كمان يعني إذا كمان الفارش كتير فيه حركة لازم الوال بيبر يكون أخاف لحتى كمان يكون فيه بالانس بالمكان الإعادين طيب فيه ألوان كتير طبعا لورق الحائط وطبعا غزبا عننا يعنينا بتروح على كذا لون عايزة أعرف إيه ألوان الترند عشرين 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 وخصوصا إحنا في الصيف إيه؟ هلأ الترند هي الترند هلأ أكتر شيء أنه ندخل الطبيعة على البات يعني كل شيء خاصه خضار هلأ رح تنقزه بس حقلكم عم يرجع البنة بالفارش فرح تشوفه كمان قصص على البنة فكل الألوان الترابية الأيرثي كمان يعني كل شيء خاصه بالطبيعة رجع هلأ مثل ما قلت لك فيه هادي الميتاليك الجولد والسيلفر هادي حلوين مثلا بالسالون ينحط والبيبر اسمهم شينوازري لهم رسمة الأقصان الطبيعة بس بيكونوا معمولين على ورقة من فضة فبتحطيها كثير طاعة لوججيري بيكون ورقة فضة أو ورقة ذهب مرسومة عليها أخصان مع ورود مع صوفير أو وتأفر الرسمة فبنحط كلهم مثلا على ورقة داينينج روم فبتبين واسعة كأنك قاعدة برا فهودي فيه الباودر روم كمان لأنه محل صغير وبس للوحد يغسل إيدي ففيه هون كمان أقدر أحط كمان ورقة حائق إيه لأنه هون ما في ماء ما في شاور ما فيه هيدا ففينا نستعمل هالمحلة حتى نكون كرييتف ونحط الباودر للوال بيبر اللي منحبه طيب اللون الخوخي هو لون ترند أقدر أستخدمه ازاي؟ اللون الخوخي هو كثير حلو بقواد النوم هلأ كمان يستخدم قواد القاعدة فينا هلأ مش بالسالون بس إنه قواد القاعدة كمان بس أكتر شي حلو بقواد النوم غراف النوم غراف النوم نستعمل فينا عادة الأزرق أو اللافندر لأنه مريحين واللون الخوخي كمان لون مريح هيدا بيعمل ريفلكشن للضو بالقوضة بيعطي جو حلو بوزيتف كثير حلو إذا نستعمله مثلا مع تاخت أبيض لأنه لوحات لون خوخي وتاخت أبيض وأكسسوريز فضة كثير بيعطي ريفلكشن للضو حلو فبيعطي جو هيدا ومريح اللون الزهري هو لون بناتي كيوت كده إيه اللون اللي أقدر أضيفه عليه يدي برضه بشكل حلو؟ أوكي بكل المحال مفوت عليه أهمش يكون فيه بالنس بالضبط يعني إذا كان كثير المحال ثامنن بنوت أو هيكي من كثير القصص اللي فيها شوي ما بدي أقول مسكولن بس إنه شي لا يهدي هالزهر اللي كثير نسوي ففينا نحط مثلا لون من سميه توب اللي هو لون كأنه الكوفي مع حليب هذا اللون اللي بيطلع اللي هو كراميل لون الكراميل الغامق والفاتح الجري الغامق والفاتح هلأ فيه كومبينيشن كتير حلوة اللي هي زهر وأحمر مع بعض هيدك كومبينيشن كتير حلوة بس بدي واحد ينتظرها يعني بحط الأحمر نجزة صغيرة بس هكي ليعطي نتفيد ضو هلأ كمان الأسود عطول مع الزهر حلو بس فيه ناس ما بتحب الأسود بس هو كتير حلو مع الزهر ففي كتير كومبينيشن الأهم شي بالغرفة لنوصل للكومبينيشن الألوان اللي بدنا إياها نعرف أي مود بدنا نخلق وين قاعد بالغرفة لأن أهم شي إنه الكاركتر طبع الشخص يكون رفلكتك بالمكان القاعد فيه يعني المكان بيشبهك طيب دارك دلوقتي وراء الحائط الثري دي إزاي أقدر أستخدمه أو أحطه إزاي برضو في البيت؟ الثري دي من الول بيبرز اللي بيعطي كتير عمق بالقوضة وهلأ كتير كمان ترندي بنا ننتبه يكون بس الباترن تبعيته يعني النمط اللي مستعملينه إن لاين بيلبق مع الفرش يعني ما بدنا يكون مثلا شي كبير والفرش كتير في الضخم فكتير بيصير مزعج فبنا نعمله بشكل متناسق مع الموجود بنحط في بالرسابشن أو بالسالون بنحط بأشكال حلوة في مثلا شبابيكة كبيرة هيك تكون مزخرة فيه ماذا بتقول إنه هو للمكاتب مناسب أكتر؟ إنتي إيه رأيك؟ في منه حسب الباترن اللي بنقه يعني حسب فيه باترن بيمشوا للبيت وفي منهم بيمشوا للمكاتب يعني هو مناسب للبيت ولا مكاتب أكتر؟ حسب شو الرسمة؟ الرسمة اللي بنقه يعني إذا الرسمة كفيها كتير شجر لنقوله وارد وهيك ما راح نحطها بالمكتب بس مثلا تلبع عندي تحط في البيت؟ مثلا إيه في محلات بالبيت حلوة في محلات مثلا إيه يعني إدينا كده أبشنز كده إيه اللي ممكن أحط في البيت 3D؟ 3D بتحطي بالبيت أوكي فيه شكل مثلا تعفي الشبابيك بيوروب بيبقوا شكلهم هكي كبار فيه منهم فيه فول بيتر هيكي بيبقى شكلها بتعطيك شبابيكة كبيرة بالغرفة فتحسك أنا عندك شبابيك وأنت ما عندك شبابيك مثلا تخلق ليك شبابيك بالغرفة فيجوا اللي موجودين بس أنا معنهم هكي بس هما مش موجودين لا إيه وفيه مثلا تخلق مثلا كأنه يكون عندك مثلا غابة لعنه المحل بيكون كتير صغير أوضة صغيرة فبيدي وسعه إيه أو عندك مكتب بالبيت هوم أوفيس كمان أو عندك أوضة الليفينج روم مش الريسابشن بتكون صغيرة مثلا يعني تفتح بتخلص الأوضة بس تحطي لها والبيبر 3D بتحسي لها هيكي تقرد في قصص حلوة كمان لغراف الولاد غراف النوم طيب إيه الألوان اللي أنا ممكن أتجنبها لأن في ناس كتير بتقول إن فيه ألوان بتدينا طاقة سلبية باللي بأي قوض في القوض عمت في غرف النوم كله كلوم ولا غراف النوم أه غراف النوم غراف النوم أكيد بقوض النوم ما فينا نحط ألوان بتعليلنا الأنرجي أصلا بقوض النوم وفي البيت كله اللايت اللي نبلش الضوو لازم يكون مريح مش دو الديلايت اللي بيخلينا الآن ديلايت عنده الأنرجي عالية فمحس حالنا مش قدرين نرتاح نعمل انكزايتي فبنا نحط أصلا الضو هذا الضو رايح شفاعله وورم وايت اسمه يعني يكون فيه ندفة صفار بقلبه الآن الألوان واللي فينا نحطه وتريحنا هي أكيد مش نحط بقوض النوم لون نيلي أو لون أحمر أو لون هادي فيهم هاي أنرجي ما بيخلوك ترتاح بينما إذا حطيت لون أصفر قوي مثلا بقوضة الصفرة حلو لأنه بخليك مبهج ايه ايه او مثلا بقوضة اللي تأخذوا فيها الصبح الترويئة مثلا هيك محلات فيك تحط فيها ألوان قوية شوية لأنواعي الصبح هم تعدد أنه يبدأ أنيرجي بس المحلات القوضة اللي بترتاح فيها ألوان هادية بس هي بس هي ان جانرال الكلور للواحد اللي بيفتح الخزانة عنده إذا ضايع بالألوان يفتح الخزانة عنده وشوف شو ألوان التيابه الألوان اللي بيرتح يلبسها هي الألوان اللي بيرتح يشوفها بباية هم ترتاح للأسود مش معقولها عمل قطت سودة مش هتعمل قطتك سودة وإذا بترتاح بالأسود فيه أصلا عالم وضع سودة بس فيك كمان تزيدة ألمة الأسود بالبات عندك إذا بيرايحك هذا اللون إذا مجبورة تلبسي أسود لغير عم بحكي أنا الألوان اللي بيرتح تشتريه المريحة مش المجبورة تشتريه الخزان تيك بدأ تشبه الألوان بيبايتك لأنه الألوان اللي بترتاح تلبسها الألوان بترتاح تكوني حوالي بحي طيب عايزة أعرف منك بما أنه في تطورات كتير لورق الحائط انت شايفه في المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي أو إيه اللي ممكن يبقى فيه جديد في ورق الحائط أوكي الول بيبر أو ورق الحائط مرق بي يعني فترة درج فترة بدأ الدرج هلأ رجع فيه أوقات بيقوله رجع درج ورق الجدران تبع ستة اللي هي مظبوط يعني رجعوا رجعوا هاو ده الورود الصغار اللي كنا نشوفهم بس عطول بيفوتوا فيه شي من الوقت من المعاصر هلأ يعني يا بيغيروا له ألوانه يا بيكبروا له الرسمة حتى يضال ليه عايش مع العصر اللي قاعدين فيه مثل أكيد رح يضال على فترة هلأ الوال بيبر يمكن نرجع بعد فترة مثل كل الترانس يعني بتجي وتنزل بس هلأ بما أنها موجودة وهي شي حلو بيغير الواحد لأنه قاعدين بالبات كتير وقت وما بدنا نحس حالنا هيك عملينا داون أو شي لازم يكون مبسوطين يبقى فيه طاقة متقددة صحيح فهيك مش حلو حلو واحد يحط شي جديد ووال بيبر بنحط وهلأ سهل بينشيل بسهولة بنحط شي تاني نانسي بشكرك جدا ونورتينا واستمتعت جدا باللقاء معك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا كمان لبروغرام ترجمة نانسي قنقر